أعتقد أن هناك شق تقني وتنظيمي كما تفضلت بالذكر المحاور ومجالات متعددة لتعزيز التعاون عن المستوى الأمني لأنه المستوى الأمني لا يمكن أن يتعزز إلا بكل هذه المسارات التي تم التوقيع عليها سواء ألق الأمر بالمستوى التكنولوجي أو بالمستوى الخبراتي أو المستوى التكويني أو المستوى التقني أو المستوى التفعيل التقنيات عن طريق المناورات وغيرها ربما هذا سيحتي أو سيكون مندمجا في اتجاهات متعددة قد يقوم بالمغرب في قادم الأيام أنا أعتقد أن هذه القراءة التقنية أولاً تعكس بشكل كبير جداً حاجية الطرفين من هذا التعاون الأسكري الأمني العام الذي تم توقيع عليه في مذكرة التفاهم وفي تفاهمات أخرى أيضاً وفي أنسا أخرى سابقة وعانية وربما لاحقة أيضاً هذه الحاجيات على المستوى الاستراتيجي على المستوى البنية يعني مرتبطة كما ذكر ربما كنت سنت ذلك جيداً لأستر شاقير وأيضاً قبل أستاذ الفاضل مرتبطة بحاجيات وطنية يعني هذا نعتقد أن هذا الاتفاق يحترم كثيراً أو يعكس هذا الاحترام المتبادل بين الطرفين هذه المدية إن شاء الله أقول في تنزيل هذه السياسات وهذه الواقعية أيضاً في تنزيل هذه السياسات حاجيات هنا على المستوى الواقعي على المستوى التطبيقي أجليات استراتيجية العداوة الموجهة إلى المغرب والمحيط معادي بالمغرب طبعاً ومحيط طامح لمزيد من تفتيت والدخول في المساق عسكرية حربية وهذا أمر واقع ليس متخيل أن هذا يمكن استنتاجه من خلال على الأقل بيانات من كانت على المستوى الواقعي والأرضي أشيء آخر ولكن المغرب يتعرض لمجموعة من التهديدات العسكرية المباشرة والتهديدات أو التصريحات من طرف أطراف عدو المجاورة تعتبره مباشرة وتصفه بوصف العدو المباشر إذن عندما يكون لديك هذا الجوار فإنك تحتاج إلى بنية استراتيجية لمكافحة هذه التوزهات وهذه الأطمع المجاورة وبتالي هذا المغرب سياسة المغربية باتجاه الدفاع نقول أنه كل الاتفاقيات التي وقعت أو كل مسارات تفاهم التي وقعت أمس تدعب باتجاه تعزيز القوة الدفاعية التي تحترم الحدود المغربية بمعنى لا تتيح قرصة لاختراف هذه الحدود هذا هو الحد الأقصى للمستوى الاستراتيجي بالنسبة للمغرب في تعاون مع إسرائيل يعني أنه لا يتجاوز إلى الشرط الذي تدعي فيه أطراف أخرى بأنه موجه ضدها كدول موجودة وطبعا هذا نوع من الإيهام الذي موجه إلى الداخل كما هو الحامل المنسبة لإنجار الشرطية موجودة إلى الداخل لاتبارات استراتيجية داخلية وسياسية معروفة جدا لا دائرة إكرارية إذن نحن نتحدث عن المستوى الحاجية استراتيجية المغربية من ناحية الدفاعية الحاجية استراتيجية الإسرائيلية بالنسبة للأدوار المغربية أعتقد أنها يدخل أولا في شق أساسي عام يرتبط لما ذكره الأستاذ الفاضل قبل قليل باعتبار على السلام آلية أساسية للاستقرار في منطقة الشرطية الأوسط وبالتالي احترام كل المقومات والآليات التي تقوم على العلاقات المغربية الإسرائيلية في مقابل العلاقات أو احترام التربط الشق والحقوق تابتة للشهر القلسطيني وهذا الأمر الذي يسعى إليه المغرب الذي يصبره المغرب الإسرائيل كسياسة إلى المستوى الأمني تدعم هذه الآلية الآلية السلام على المستويات الستراتيجية طبعا إذا كان هناك تتعامل على المستويات أخرى يدخل في إطاق لناية المجال الاستراتيجي الذي يجعل حل الدولتين حل أساسي للنسبة للمغرب وبالتالي من هذه الخلاصة أو سنعتدي من هذه الخلاصة يتبين بأن هذا الاتفاق ليس موجهة لا يضع الطرف على المستوى الشرط أوسط والأسف وخاصة الطرف الإسرائيل للنسبة للمغرب ولا يضع طرف منطقة الشمال الإفريقية وطرف واتفاق أو تفاهم على مستويات أمنية باخرية لتعزيز مصارات السلام على المستويات الشمال الإفريقية والشرف